وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج فتاوى في حلقة هذا اليوم بإذن الله سوف نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله إبن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملك السلام عليكم الشيخ عبد الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وحيا الله إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركة ويعيننا فيه على خدمة إقواننا وأخواتنا وأن يلهمنا السداد بارك الله فيكم وأثابكم الله كالعادة نذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وكذلك عبر الرسائل النصية صفر خمسة صفر واحد سبعة ثمانية خمسة خمسة ثلاثة ستة حياكم الله بداية بارك الله فيكم نبدأ بالقرآن الكريم وبتفسير هذه الآية سائل يقول ما تفسير قول الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذه الآية تتحدث عن المشركين قريش الذين هم أهل البيت ويقولون نحن عمار المسجد نحن عمار المسجد نحن أهل السقاية والرفادة والريادة فالله تعالى يقول إنها ليس عمار المسجد وليس أهل صلاة في المسجد ولا قيام إنما عبادتهم في بيت الله تعالى عند البيت المكاء اللي هو الصفير والتصدية اللي هي التصفيق بخلاف المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم شرع الطواف بالبيت والطواف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفة والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله نحن الآن نشاهد هذا منذ أن يدخل المسجد الآن وهو يطوف وش يسوي يذكر الله عز وجل يذكر الله يهلل نعم يهلل ويكبر ويسبح ويدعو الحمد لله بينما كان أولئك ماذا يعملون يصفجون للتصدية والمكايدة خلق تصفيق هذه عبادتهم ما في لا تسبيح لا تهليل لا قراءة قرآن لا شيء أن يتقربون به إلى الله ولذلك ليسوا أهل البيت أهل البيت حقيقة هم الذين يعمرون البيت بالطاعات إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إن الله إلا الله سبحانه وقال الله في الآية اللي بعدها أجعلتم سقاية الحاج هذا أعمل سقاية الحاج وعمارة المسجد بناءه كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله فالمقصود إن عمارة المسجد الحقيقية ليست كما يدعيها هؤلاء عمارة المسجد الحقيقية شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف بالذكر بقراءة القرآن وبهذا ننبه يوجد الآن في بعض البلدان الإسلامية وناس تجدهم بطبولهم في المسجد لا إله نعم يضربون الطبول وينشدون العناشيد وتجدهم مساكين يتميلون وينشدون ويصفقون ويرقصون ويدعون أن هذه عبادة يا أخي المساجد العبادة فيها قراءة القرآن والصلاة والأذكار بأنواعها الباقية الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه الباقية الصالحات التي تعمر بها المساجد مع القرآن الكريم ولهذا نوصي يا إخواني أحبابنا الذين يأتون إلى بيوت الله أن يشتغلوا بما يحبه الله بعض الناس الآن الناس أصنع منهم الصنف الذي ذكرنا الآن في بعض البلدان يعني هم إلى الأناشيد والأهازيج والردح وهذا التمايل التمايل أقرب منهم إلى قراءة القرآن وغيره هذا لا الصنف والصنف الثاني صنف أن يجلسون يشوفون في المسجد يعني اجتماعاتهم وسواليفهم وكلامهم في أمورهم وضحك ملتلة في المسجد حتى يأكلون عراض الناس المساجد المساجد ما بنيت لهذا المساجد بنيت الله يقول في بيوت أذين الله أن ترفع بعد ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال وكل الله تلهيم تجارتنا لا بيان عند الشراء فهؤلاء الناس اللي يجون بس يسولفهم في المسجد وجطعون الوقت هؤلاء ليسوا من العمار الحقيقيين في المسجد نعم ولذلك يا إخواني ورد في حديث ضعيف الكلام في المسجد هي أكبر الحسنات صحيح خصوصا كلام الدنيا النبي نهى عن إنشاد الظالة في المسجد ونهى عن البيع والشراء في المسجد لأنك أنت وانداخل في المسجد واش تقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرجت الله من أسهلك مضلوك تقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك نعم كما قال الله فإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الرزق خارج المسجد والرحمة داخل المسجد فلا تشكل نفسك في المسجد إلا بأسباب الرحمة نعم ويمكن بعد أيضا يسببون الزعاج للآخرين يا شيخ ما من خلال السواليف وهذا صوتهم بسبب الزعاج صحيح صحيح ما يعني الإمام القرطبي رحمه الله تكلم على هذه الآية الشلام جيد حول الذين يشتغلون في المساجد بما لا يليق بها ويفتدعون أشياء يشتغلون بها عن الذكر نعم أحسن الله وليكم علي الشيخ عبد الله وبرك الله فيكم متواصلين معكم ومن الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا يقول عندي والي كبير جدا يريد الزواج من أجنبية مقيمة ويشترط أن تكون صغيرة وقد نصحته أن يأخذ امرأة عاقلة عمرها الأربعين وقلت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج غالب نسائه ثيبات فغاضب علي فهل أنا آثم أنا أكر شايف يوم الأيام عمري يزيد على الثمانين ماتت مرته وقال له ولده يا أبوي فيها مرأة هنا عندنا عمرها يعني أقل من خمسين شوي ومرأة عاقلة وتهتم فيك وتواني شيط خمسين لا 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 تدور لي مالا لا 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 أتحدث من الناس أني ما أخذ لي عجوز راحت تلك العجوز الله يرحمها يوم راحت يقول سيدا فييدا بعدها أبي أجيب لا لا دوره لي من 17 يبدأ من جديد نعم نعم والله مسكين ما رجع وجلس ومات مع ما حزوجه نعم ولو أنه طاع ولده وتزوج خذ له أمره في الخمسين عسى أبعد تقبل صحيح أمره فجر الثمانين ويعني اهتمت فيه وأنا أظنها بتقبل له لأن عيالها رجال طيبين وفيهم خير وبي يوفرون لها أشياء شثيرة لكن هو فهذه يا أخي هذه أماني بعض الشبان اللي ما يعرفون الواقع ولا يريد الإنسان أن يعيش ما يناسبه يريد أن يعيش ما يتعب نفسه ويتعب غيره وإلا يا إخواني يعني كون الإنسان يعيش ما يناسبه يختار له وحده تلتح معه تدخل وهي مرتاحة ما يروح قد يحصل ما أحد يبيعه بنت بيعه ممكن يجد ممكن يعطيه في الوسو يبيعه بنت بيعه لكن لن يجد الراحة ولا الاستقرار ولا توائم وتوافق الأنفس لا يمكن يجد واحد عمره زايد على الثمانين هزود من الثمانين ويجيب له واحد عمره دون العشرين ما في توافق يعني لها مطالب لها أماني حتى سواليفة مهم صالح توية سواليفة حتى طبخها يعني هو يبيطبخ ويتي بطبخ أي نعم مثل هذا الأمر حقيقة أننا نقول لهذا السائل الله يعينك على أبوك وحاول تقنعه ولو تجيب عمك أو أحد الشيباني يأثر عليه وإذا حد ألح قل له ما شو سويت أصبر تبحث اللقيت ولا مثل صاحبنا الأول ما لقى ما لقى وقال خلاص لكن يقول أريد من أجنبية أي بس يبحث يبتعبر يعني ما أدري والله يا أخي لكن أنا أنصح دائما أنصح دائما بالتوافق الواحد يتزوج وحده تتوافق معه هي نفسها تقبل عليه تحبه أما لجايته يعني بس من أجل أن حسا هي متارث متأخذ متأخذ البروشة لن يعيش معها على سعادة أبدا نعم جزاك الله خير يا شيخ عبد الله وبرك الله فيكم متواصلي معكم أيها والإخوة من الأسئلة هذا يقول المصاب بسلس البول والمرأة المستحاضة هل تصلي السنن قبل الصلاة وبعدها؟ نعم المستحاضة التي معها نزيل والرجل الذي مع سلس بول إذا توضأ للصلاة يصلي الفرض والنوافل القبلية والبعدية ولو حتى فيه وتر يعني لو في رمضان توضت وتحفظت وجات للمسجد تصلي العشاء والسنن القبلية والبعدية وتصلي التراويح والوتر وتطلع خالصا منه ولا يضرها ما خرج هذا حكم أصحاب الحدث الدائم أصحاب الحدث الدائم أنواع منهم من به سلس البول ومنهم من به النزيف من النساء ومنهم من به البواسير من الرجال والنساء ومنهم من به سلس جسمها الريح ومنهم من به ارتخاء في عضلة الشرج يخرج منها من غير شعورة أشياء هذه كلها يسمونها يسميهم العلماء أصحاب الحدث الدائم هؤلاء يصلون ولا يضرهم ما خرج منهم أثناء الوقت لكن يتوضعون لوقت كل صلاة يعني هو الآن يوضع المغرب يصل للمغرب ولا يهمه ما خرج من الحدث الذي لا يستطيع منعه فإذا جاء وقت العشاء يتوضع للعشاء نعم كل وقت وضوء كل صلاة الله كل وقت نعم أحسن الله إليكم هذا يقول تسحرت الساعة ثنتين ليلا ونمت ولما قمت بعد أذان الفجر كان في فمي قليلا من الأكل وبلعته فهل يؤثر في صومي؟ هو لا يؤثر لأنك بلعتها أيضا بدون بدون اختيار يعني هو لو كنت متعمد الأكل يمكن نبحث نقول أنه يبطل الصيام لكنك أنت ما تعمت يعني أنت جيت تغسلها وتذوراحت منك ما في شيء الأمر الثاني أن هذا أيضا قليل وما يقال بأنك أكلت حتى يمكننا نقول أنك حتى لو تعمت ما ينقل لأنه ما يقال أنك أكلت لكني أنا أجزم بأنك لم تتعمد وأن هذا شيء قليل في الثم وراح ما في الأسنان أو في هذا وراح ما وما أنت بنايم وأنك ما ليه ذمك أكيد مئة في المئة أنت مغسل بس يبقى شيء بسيط والموسوس يا أخي يكبر كل صغير أخصى صحيح يعني من بتلي بالوسوس بتلي بتغيير الأحجام الطبيعية يعني الصغير عنده كبير نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول عندي فلوس أدخرها وأسلف منها إخواني وخواتي فكيف أجكيها وهل في السلف زكاة إذا سلف الإنسان إخوانها وخواتها وأصدقاء وهؤلاء يصرفوه واستفادوا منه مثلا أخوك يا ابني وعطيتها مثلا مئة ألف قرضة وراحوا وصرفها الفلوس لجست موجودة لا عندك ولا عندك يعني المئة ألف خرجت من عندك ما يبع عندك طيب أخوك أخوك خرجت من عندك حاطها المقاولين واشترا باسم منتوا بلاطوا فليست موجودة ولذلك ليس فيها زكاة لأنها غير موجودة لا عندك ولا عند أخيك نعم أحسن الله أما الزكاة فالإنسان إذا كان يدخر مالا فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول لو فرضنا يا إخواني إن الواحد يدخر ألفين كل شهر وابتدأ من شهر رجب يدخر إذا جاء رجب القادم وجب عليه يزكي ما ادخره في رجب ليه؟ لأنه أكمل الحول أكمل الحول طيب واللي بعد رجب اللي بعد رجب ما يجب زكاته لكن لو زكاه ارتاح أحسن طريقة إنه إذا جاء رجب اللي هو نهاية الحول إذا جاء نهاية الحول الأول يزكي جميع ما عنده وإذا جاء الحول الثاني يزكي جميع ويرتاح أول بول يعني بدل ما يجلس كل شهر يدي زكاه كل شهر يزكي ألفين اللي ادخرها يعني في رجب يزكي في شعبان يزكي في رمضان يزكي في شوال يزكي مرة وحده ويرتاح ويصير بعضه حال وبعضه معجل نعم صلى الله عليه وسلم معالي الشيخ عبد الله هذا يقول نريد زيارة المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول ومعي شغالة غير مسلمة هل يجوز أن تدخل المدينة وتسكن معنا بجوار الحرم نعم يجوز يا إخواني حرم المدينة لا يحرم على غير المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي ولأن الوفود كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أتاه نصارى نجران فأسكنه في المسجد وأتاه وفد ثقيف ليصلحه معه فأسكنه في المسجد وربط ثمامه بن أثال في المسجد فحرم المدينة لا يحرم على غير المسلمين إنما الذي يحرم على غير المسلمين هو حرم مكة مكة قال الله تعالى إنما المسلم يكون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله لأنهم كانوا الكفار يأتون بالأموال تاجرون يبيعون يشترون فمنعوا ونزلت هذه الآية نعم أحسن الله لكم معالي الشيخ هذا السائل يقول هل يجوز الاستغفار بنية الزواج وطلب الوظيفة هو الأفضل أن يستغفر الإنسان ليمحو الله ذنوبه نعم فإذا محيت ذنوبه استجاب الله دعاء يعني يتوسل إلى الله تعالى في استجابة الدعاء بمحو الذنوب فمحو الذنوب سبب من أسباب إجابة الدعاء لكن نعود فنقول هل يجوز أن يقصد الإنسان بالاستغفار أن الله يرزقه نقول نعم يجوز ما هو الدليل قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسد السماء عليكم مدرارا مدرارا نعم السماء ترى المطر رزق الأولين صحيح ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصر رحمه يقول من أحب يعني الإنسان إذا أحب أن يطول عمر يسعمل هذه الأعمال ولذلك نقول يا إخواني يكون الإنسان يقصد بعمل الآخرة العمل الذي وعده الله به تعالى من أعمال الدنيا لا بأس بذلك رب العالمين يقول وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك فهو يستعمل الصلاة باعتبارها مجلبة للرزق وبهذا نعرف أنه لا يمنع أن يستغفر الإنسان بنية أن الله يرزقه مرأة يرزقها زوج أو وظيفة أو رجل ونحو ذلك لكن يا إخواني مثل ما قلت لكم ينبغي أن يضاف إلى الاستغفار الدعاء وقال ربكم ودعوني أستجب لكم فإذا استغفر يتبع الاستغفار بالدعاء نعم أحسن الله لكم هذا السائل مؤيد من فرنسا يقول ترغب الوالدة إعطاء الزكاة لابنة أختها لأنها مسكينة هل يجوز 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 الإنسان يا إخواني أن يقصد بزكاته أخته أو بنت أخته أو يقصد أخاه أو ابن أخيه أو خاله أو عمه أو قريبه هذه يا إخواني الزكاة في هؤلاء لها معنيان صدقه و وصله وصله نعم وهي عيضة زكاة نعم أحسن الله إليكم أم محمد تقول هل ابن أخ الزوج من المحارم أي ابن عم أبنائي من المحارم يا إخواني أخ الزوج ليس من المحارم فكيف أولده كمين صحيح أخ الزوج ليس من المحارم فكيف ابن أخ الزوج فلإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحم الموت الحمو الموت لذلك أنه يدخل ولا يستريب الناس منه نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل يقول ما حكم من يسبق الإمام مثلا في السجود والركوع مسابقة الإمام في الصلاة حرام ورأى رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام فقال له لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت فعندنا مع الإمام أربع حالات حالة المسابقة حرام وحالة الموافقة حرام وحالة المتابعة هذه هي السنة المستحبة المشروعة وحالة التأخر عن الإمام تأخرا زائدا أيضا لا يجوز لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به لا ليتأخر عنه نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل يقول ما حكم طول الفصل بين الطواف والسعي لأسباب صحية لا بأس أن يطوف الإنسان في يوم وأن يسعى في يوم آخر أو بعد أسبوع إذا كان مريض بل أثر عن بنت عبد الله بن عمر أنها كانت امرأة سمينة ومريضة وأنها قسمت سعي يومين يعني سعت في يومين نعم طيب هذا يسأل يقول هل مرتكب الكبائر تقبل له توبة ما في الشك الحمد لله أكبر كبائر الشرك أكبر كبائر والله تعالى قال عن الشرك والزنا والقتل وهذه الثلاثة السقف الأعلى في الذنوب نسأل الله العافية والسلام لأن فيها انتهاك لحرمة ضرورة الدين وضرورة النفس وضرورة العرض الضرورية قال الله تعالى في آخر سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما نعم بارك الله فيكم أيضا من الأسئلة هذا يقول سائلة تقول حملت في جنين وذكر الأطباء وجود أمراض وراثية هل يجوز إجهاض الحمل قبل أربعين يوم يجوز إجهاض الحمل قبل أربعين يوما بدواء مباح لغرض مباح حتى ولو كانت من أجل أنها عندها طفل صغير إذا كان خلال الأربعين يعني بعض الحريم الآن إذا طلعت من الأربعين تحمل مرة ثانية وطفل لتهو صغير فتريد أن تسقط خلال الأربعين لا بأس أما بعد تجاوز الأربعين فلا يجوز يا إخواني إلا إذا أخذوا قرار من لجنة الفتوى يعني بعد الأربعين لابد أن يصدر قرار من المستشفى للإسقاط وأن يذهب إلى لجنة الفتوى ويفتون بهذا نعم لأن في قرار لهيئة كبار العلماء في ذلك نعم هذا يقول برك الله فيكم هل يجوز التصدق من الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي يا إخواني مال إذا اكتسبه الإنسان أصبح ماله يجوز يتصدق منه يجوز يحج منه يجوز يبني منه مسجد يشارك في بناء مسجد يجوز يهب لأولاده أبناءه وبناته يجوز كل شيء يجوز منه لأنك تملكه أنت تملك هذا المال ولذلك يحني من القصص هي عجوز يجيها الضمان وتخزن فاهمة العجوز يفاهم تقول الضمان جايني الضمان زكاة وتخزن المهمة النجاة عندها حوالي ثمانين ألف قال لها ولد بنتها ليش ما زكيتي قالت هذا زكاة والزكاة ما فيها زكاة أفتت ما شاء الله تفتي لا نعم هو صحيح طرط كلامها العجوز غلط الزكاة ملكة الآن هو صحيح الضمان زكاة وصحيح أنها ملكته لكن بعد ملكها له تنتهي معه في زكاة خلاص صار مملوك ولذلك يجب عليها أن تزكي نعم أحسن الله إليكم أيضا هذه سائلة تقول كنت محرمة للعمرة وشربت قهوة بزع فران قبل التحلل هل يلحقني شيء؟ لا يلحق كشيء شرب الزعفران للمرأة المحرمة أو المرأة المحادة وكذلك شرب النعناع وشرب شسمه الثاني النوع الثاني من النعناع وشسمه الحبق هذا كله ليس من استعمال الطيب استعمال الطيب يا إخواني مثل المرأة التي تأخذ زعفران وتحطها على وجهها وتحطها في شعارها هذا طيب أما يطبخ في شاه أو في قهوة أو في نحو ذلك ويشرب فهذا لا يسمى طيبا ولا يقال بأنه لو يعني لنا جينا عزمنا عزمتنا يا شيخ خالد وحطيت لنا شاه فيه زعفران ولا قهوة زعفران ولا شاه فيه حبق هل يقال طيبتنا لا ما طيبتنا ولا هو طيب نجيب البخور إن شاء الله ونطيب هذا ما يخالف هذا يقول يا شيخ بارك الله فيكم والدي متوفى رحمه الله هل يجوز لي أن أعتمر أو أحج عنه نعم يا إخواني يجوز للإنسان أن يعتمر عن والده المتوفى عمرة التطوع وأما عمرة الحج الواجبة ما فيها خلاف وكذلك حج عن حج الواجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر الخلاف في التطوع والصحيح يا إخواني أنه أيضا يجوز في التطوع أن يحج الإنسان عن أبيه أو عن أمه أو أن يعتمر عن أمه لكن عندنا شيء دائما ننبح عليه يا إخواني ترى بر الوالدين ما هو بس في الحج والعمرة والله يا إخواني لو تدفع ثمن الحج لكفالة يتيم سنة كاملة أو تخفف بإيجار عن يعني عن ناس مستحقين جاويد أو تعمل ترى بالله يا إخواني هذا أفضل وأولى نعم أحسن الله إليكم هل يجوز أن يستخدم الإحرام أن يستخدمه أكثر من شخص نعم يجوز أن يستخدم مئة مرة جميل يعني الإحرام الآن إذا ذهب به شخص واعتمر فيه وأراد أن يعطيه أحد صدقائه يعتمر ما في الشيء الحمد ولو استعمل هذا الإحرام وقف بعض الناس الآن عندها أحرمها وقف يعطيها الناس ويجي ويغسلها ويعرضها مرة ثانية خصوصا يعني الشباب اللي يروحون الآن في الحلقات وغيرها فتجده يعطيهم من الأحرم اللي عنده ينظفها ويعطيهم ويروحون يعتمرهم فيها هذا ما في الشيء أبدا هذه سائلة تقول هل يلزم المرأة تغطية القدم أثناء الصلاة هذه فيها خلاف والصواب إن شاء الله أنه لا يلزم هذا رأي الشيخ الإسلام من تيمية ومذهب الحنفية فالصحيح إن شاء الله أنه لا يلزم لكن الأفضل تغطيته لكن لو انكشفها تبطل الصلاة فيه خلاف والراجح عندي أنها لا تبطل الصلاة نعم أحسن الله إليكم هذه إحدى الأخوات تقول أنا فتاة أبلغ من العمر 42 سنة ومشكلة مشكلة الكثير من البنات وهي أن الفتاة الوحيدة في المنزل أنا فتاة وحيدة في المنزل مع أبي وأمي والإخوان متزوجين تقدم لي الكثير من الرجال وأغلبهم مناسبين للزواج لكن الوالد يشترط شروط مثل السكن بالقرب منه أو مهر عالي رغم ذلك بأن الوالد لا يأخذ راتبي أبدا ولكن نفسي تطوق للزواج والأولاد حتى سمعت والدي يقول من يعمل لنا هذا بعد زواجك مع العلم بأنها سهلة جدا والدي قتل والدي قتل كل أمنية بداخلي أرجو التوجيه لي وللوالد وأمثالنا هذا يا إخواني من العضل المحرم من ظلم الأقارب من ظلم البنات يا إخواني الزواج للبنت شيء مهم في حياتها هذه البنت التي تجلس الآن 42 سنة يمكن فاتها قطار الإنجاب إلا قليلا إلا قليلا ولهذا يا أحبابي نقول لوالدها هداك الله يا أخي ألا تحس بأحاسيس هذه البنت المسكينة التي إذا رأت خواتها وبنات عمها وبنات خالها كل وحدة معها أطفالها وتلعبهم ويمكن يمكن بعد وحدة من بنات خالها تناديها العرس ولدها صحيح وتقول تعالي حضرة مع رسوليدي ما شاء الله معنا هذه لو تزوجتها عمرها 42 لو تزوجت عمرها 20 كان ولدها الآن عمرها كان 20 سنة صحيح فمثل هذا والله يا إخواني الآن هذا يعني ظلم عظيم جدا أنا أذكر يا إخواني الآباء رب العالمين أقول ولا تعضلوهن أن ينجحن أزواجهن يا إخواني حرام حرام قتل مشاعر الولادة في البنت يا إخواني البنت بنت مرأة مسكينة تحب أن تحمل وتلد وتنتج وترى أولادها المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا أنا لا أتصور أن هذا الأب الذي لم يأخذ من راتبها شيء ولا يسأل عن راتبها أنه يريد منها مال لا بس هذا البنت جاهما الله خير قادمتهم وتجيب لهم كل شيء وأنا أيضا أنا أقول أن البنت يعني هي ما تشجع والدها ترى بعض البنات الآن وهذه يعني يجب أني أقولها تجسر على الشيخ وتقول للشيخ أنا والدي ما زوج هي ما تجل أبوها ما زوج أبدا مرة ما تحسبوها تخاف نعم أنا أذكر مرة قبل عدة سنوات جامت وحدة تبتسي عندي والنبوي والنبوي كلمت أبوها جاء الحسبي الله حلا والله العظيم يا شيخ حمد الله جاءوا لناس وردتهم أنا يا شيخ والله نودينا تزوج لك أنا سئمت منها كل ما جاني في أول شباب ها ناس طيبين وقلت لك آبي آبي أنا سو يقول إذا حين أنا خلاص أنا مليهت مليهت منها ما عاد والله إذا جاني أحد لأنها فشلتني فشلتني ويقول أنا إذا جاني واحد طيب يتبشر إن شاء الله وبندبر الأمر يقول لا رحت لها رفضت رفضت وعاد إذا حين يوم جتب الناس لأنهم رايحين وأنا تعقدت منها فأنا قلت لي لا تتعقد وهذا المفروض أنك تسوي جلسات حوار معها في ذاك الحين يا إخواني أنا عارف الآن أنا عارف الناس يعرفون أول ما تخطب البنت ولو أنها تبي كثير من البناء هذا من الديرة الفلانية هذا من سيدة وبعدين تروح تستشير لها وحدة ما تعرف كوعة مبوعة من زميلاتها تقول لا من بسرة تسوي جلسة الحين ومنرويش وتروح تترك نصيحة أمها ونصيحة أبوها ونصيحة إخوانا وروح تتعلق واحدة ما عندها ما عند جدتي من الفكر مرة وتروح هذا الذي يزهد أبوها ويزهد أمها لكن مع هذا أنا أقول للأب أنت قائد أنت قائد البيت وأنت اللي بيد تكر الرياضة أصبر أصبر لين تحطها البنت في بيت وتضمن أن الله سأل تعالى يهسر لها أسباب الحمل والولادة وأنه يجي لها من عيالها ما انتقر بعيد يا أخي أصبر هذا الأبناء هذا الأولادك أنت مسؤول عنهم في الدنيا والآخرة وسع صدرك عليهم يا إخواني بعض الآباء مع عياله مرة يعني ما أدو ما تقول بالمئة العيال يبون تبسط يبون يا أوليدي تعال أنت مخطوبة يا بنتي تعال أنت شاور ترى والله أمنيتي في الحياة الحوار ممتاز يوم تجيني في آخر الأسبوع أنت ويبزرات وإن شاء الله والله العظيم هذا يوم نيتي تعال خلينا نفكر ليش ونبو تردينا وبعدين إذا ردت اليوم خلها بعد أسبوع أكلمهم بعد أسبوع ثالث تعال شايف هد الكبيرة في الشرق الأوسط ترسل وزير الخارجي مرة ثانية يسمونها الجولات المكوكية رايح جاي رايح جاي وانت ويعيانك خلاص إذا حاساهم بعض الآباء مرة واحد أجرى خلاص أنا لن أعود يا أخي عد وعد وعد إلينا الله يفتح الباب ترى هذا لا رعيتك إن ما حرصت عليهم ما بحد حرصان عليهم وترى أنت في آخر الأمر عندما تجد من تسهل البنت ما تزوجت أنت اللي بتندم يومها والله يا إخواني بعض الآباء الآن يعني أني أشوف جزال الله خير عندما يحس لي يقول لي يا شيخ أنا بس خايف أني يجي من الموت ما تزوج يا جزال البني والله يا شيخ أنا يعني الآن أنا شوف أنا الآن قريب من الموت معني ببعيد بس يا شيخ هالبني والله العظيم يا شيخ أنا ما أنا مرتاح لأن أحطها في يدنا أمينه يتألم أطمئن يا أولدي على الحظ ترى كثير من الآباء يقول لنا جزال والله يا إقوان نعم جزاك الله خير يا شيخ عبد الله وبارك الله فيك وفي علمك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موزين حسناتك وأن أسأل الله تعالى أن يقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح ذرارينا وأن يصلح نساءنا وأن يغفر لموتانا وأن يحفظ لنا جنودنا المرابطين عن الحدود اللهم اغفر ذنوبهم ويسر أمورهم وعجل لهم من النصر ما وعدتهم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح علماءنا وولاة أمورنا واجعلهم أداتا متدين اللهم احفظ ما منى ونائبه بحفظك وأكلأهم بعنايتك اللهم أعزهم بالإسلام وأعز بهم الإسلام وهيئ لهم البطانة الناصحة الصالحة يا ذي الجلال والإكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة الأخوات إلى هنا ونأتي إلى اختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملكي جزى الله الشيخ خير للجزاء ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا نلقاكم بإذن الله في لقاءة مقبلة وهذه تحية من الزملاء عبد الرحمن مدرع وكذلك من المخرج معجب بن حمد الدوسري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من قبل شكرا